سيد صفوان جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين أهلا بك ستشهد لربما التصويت على جداول الموازنة لكن أوصات سياسية واقتصادية كذلك تستبعد أن يتم التصويت على هذه الفقرة في ظل الحديث عن اعتراضات المحافظات على التخصيصات بمعنى هل ميزانية المحافظات اليوم دخلت حيز الجدل السياسي وإلى أين ستوجه البوصل بعد ذلك يعني بتقديري حكومة السوداني حريصة على تنفيذ المشاريع كفاءة الانفاق المالي من خلال الوزارات الاتحادية بـ 2023 كانت أعلى من نسب التنفيذ على مستوى العديد من المحافظات فيبدو أن حكومة السوداني تحاول التسريع بتنفيذ المشاريع لكن ليس من خلال تنمية الأقاليم وإنما من خلال الوزارات الاتحادية مجالس المحافظات عليها أن تعيد بناء العلاقة مع الوزارات الاتحادية لكي تشرف على عمليات التنفيذ وتساهم في أن تبحث عن مصادر جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية داخل المحافظة الغير ممولة من الموازنة الاتحادية هناك إمكانية لعرض المشاريع الاستثمارية داخل أي محافظة فيما لو لم تمول من الوزارة كفرصة استثمارية وبالتأكيد لديهم خريطة استثمارية واضحة لتنفيذ هذه المشاريع مسألة بيترو دولار والمنافذ الحدودية محافظة كمحافظة واسطة مثلا تمتلك منفذ حدودي نستطيع من خلال وزارة المالية أن نعزز قدرة تمويل المشاريع داخل المحافظة بالاعتماد على البيترو دولار أو بالاعتماد على المنافذ الحدودية وأعتقد بأن المناقلة يمكن أن تساهم أيضا فيما لو تم استنفاذ التمويل لتلك المشاريع الهدف هو التسريع بالإنفاق لأن نصف الأول من السنة مضى نحتاج إلى التسريع بالإنفاق لإنجاز هذه المشاريع كما مخططة ضمن البرنامج الحكومي